اشتركوا في القناة محمد الخطيب ما هو غذائك اليومي؟ غذائي اليومي مجدول ومنظم حيث اشربوا كأس من الحليب صباحا واتناول ازيد من خمس وجوات يومية لما يساعد في عملية الهضم بتقسيم الوجبات وعدم التقييد بثلاث وجبات كما هو المعتاد عند الناس الاخرين بما انك رياضي ومحترف في رياضتك هل تنصح بتناول الحبوب مثل البريتين وحبوب البريتين والمنشطات؟ لا انصح باستخدامه لما لها من اضرار على جسم الرياضي حيث يتلعب دور خطير في اللعب بالهرمونات وهذا كله يؤثر على لياقة الرياضي ومدى تخدمه في لعبته التي يمارسها منذ التحقك بهذه اللعبة وهي لعبة الكراتي رياضة معروفة وتحتاج إلى العديد منها لياقات الجسم هل اختلف نظام غذائك؟ نعم اختلف لاني عندما لم ألتحق بلعبة الكراتي كنت لا اهتم لبعض انواع الاغذية لكن بعد ممارست لعبة الكراتي اضطررت لاستخدام بعض الاغذية كمكملات غذائية بعيدا عن الحبوب والهرمونات لما لها دور ايجابي في بناء الجسم والتقدم بالرياضي من ناحية البدنية ما هي النصيحة التي تقدمها للمشاهدين وخاصة الرياضيين منهم؟ لا تتناولوا البروتينات لما لها من دور خطير جدا جدا يعمل على جسم الانسان وثانيا ان يكون ممارستهم للرياضة بشكل يومي حيث تكون روتين لهم مما يساعد على بناء الجسم بشكل جيد شكرا لك عزيزي محمد الخطيب نشكرك على تعاونك معنا عزيزي المشاهدين وصلنا وياكم الى معلومة الحلقة ان عملية الهضم والامتصاص للاغذية يصحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم تصل ما بين 10 الى 20 درجة فلذلك من الافضل ان نخطط للوجبات بحيث يتفق هذا مع درجة الحرارة اليومية بمعنى ان تكون وجبة النهار خفيفة ووجبة منتصف النهار خفيفة ذات سعرات حريرية قليلة اما وجبة الفطور او العشاء فلا بأس عزيزي المشاهدين وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقة على امل ان نلقاكم في حلقة قادمة والى اللقاء